اشتركوا في القناة 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 تفهمها كويس وهجب لكم بعد شوية الفارس اللي هيبان فيه كل حاجة هنقولها في الحلقة بإذن الله زي الحلقة بتاع النهاردة ان شاء الله هيكون فيه زيها لكل مادة هتنتحنوها فلو انت مش مشترك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان يجيلك اشعار بكل فيديو اول ما ينزل ان شاء الله يلا بنا نبتدي نقول بسم الله ودي اهم من نوعات اللي احنا محتاجين نركز عليها دي ضمير الوصل لناخد بالنا من ضمير وصل وقت وهوم لنها بتحل محل المفعول زي الجملة دي وويتش لنها ممكن تعود على جملة كاملة قبلها يعني الجملة دي ما نختارش هو أو هوم ودي تو واتش اللي هي لان تو جاي على فعل اوبجيكت دي الاخير في الجملة فدي جات قبل واتش ودي طبعا ضمير وصل وقت ناخد بالنا منه كل النقط دي محتاجين نراكد عليها عشان بالنسبة كبيرة ان شاء الله جاي منها وهنا ضمير الوصل اتحذف خالص وهو لان من احد الحاجات ان لو اللي ممكن نحذف ضمير الوصل وفرب تو بي بعده ازا كانت الجملة ببنية للمجهول ويجي الفعل في التصريف التالت او ان الفعل يجي فيه ing لو الجملة ببنية للمعلوم بحذف ضمير الوصل وكمان الفرب تو بي وبيفضل الفعل ing جاي على طول بعده عشان ناخد بالنا من الامثال دي فري toda تخص we نعم Mouna ودي الافعال محتاجين نرجع عليها كويس اللي هي بيجي بعدها افعال ing او يجي بعدها TOOL مصدر محتاجين نأكد عليها ونحفزها كويس عشان هنعتمد عليه. طبعا دي كمان التعبيرات او اللي هي باخيرة هاتو بيجي بعدها المحتاجين نفتكرها ونحفظها كويس عشان هتفرق معانا في سؤال كمان. ومحتاجين نفتكر عموما لو جاي بعدهم مفعول عاكل بنعرف ان الجملة دي مبنية للمعلوم وبختار الفعل في المصدر. جاي بعدهم مفعول جيره عاكل بتبقى دي مبنية للمجول وبختار الفعل في التصريف التالي. هي مش قاعدة عموما بس ده الغالب اللي بيحصل عشان ما نتلغبطش. هنحدد من المفعول اللي جاي بعدها. وطبعا النجات بيجي بعدها قبل الفعل توف في حالة ان الجملة مبنية للمعلوم دي حاجة معروفة. وطبعا دي اهم نقط فيها التكات كلها والحاجات اللي ممكن نفكر فيها في الاسئلة مجمعها هنا يا ريتني راجع عليها كويس هتفرق معانا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 ودي أهم مفردات اللي بتتكلم عن الكورونا فيروس عموماً هنحتاجها سواء جاتلنا بالنسبة للترجمة او البراجراف بالنسبة البراجراف مستبعد ان هو هييا عن الكورونا لكن الكورونا ممكن تجي في الترجمة كتير البراجراف ممكن يجي عن الموضوعين دول فنركز عليهم كويس وبالنسبة للترجمة فيه بعد شوية ملفة يظهر معنا فيه ازاي ان يمكن نكتب الترجمة بطريقة سهلة وتراجم كمان موجودة المفهود نحل اللي هنضرب عليها هيجي منها وفيه تراجم جاهزة برضو موجودة في الآخر فنرجع عليه كويس لان الترجمة هتيجي منه وبالنسبة للبراجراف هيجي الاتنين دول يعني بنسبة كبيرة ان شاء الله فنأكد عليهم برضو وما تحفظ ببراجراف افهم الفكرة وطبق عليها لوحدك وبالنسبة لكلمات الكورونا فيروس اكد عليها شانا برضو هتفرق معاك جدا بالنسبة للترجمة انك تجيب مراضف لها على الاقل مش نفس الكلمة اللي ممكن تكون مطلوبة منك لكن ممكن تستخدم كلمة من الكلمات دي تكون فاكر منها حاجة تساعدك بالنسبة للترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ثانة موسنا ترجمة نانسي قنقر و بالنسبة لأجاب النموذج الله لكل سؤال هنلاقيه في اول فيديو نزلنا في المراجعة ده الفاهرس طبعا تقدر تصلك لكل سؤال بالدييئة هنكتب لك قدامه هتلاقيني جايب لك في الفيديو ازاي نقدر نحل السؤال بطريقة مكتوبة كتبها لك وبعدها بشوية بتكلم بصوتي بقولك الطريقة السهلة فتقدر تشوف السؤال اللي عندك مشكلة فيه تشوفه في الديها الكام وترجع للفيديو نفسه وهتلاق رابط الفيديو طبعا في وصف الفيديو في اول تعليق اشتركوا في القناة